موسيقى مشاهدينا في كل مكان مرحبا بكم معنا في وجهة النظر موضوع اليوم سوف يكون قضية الأطباء المقيمين قضية الأطباء المقيمين هضرنا هضروا عليها وهضروا عليها وهضرنا عليها وما زلت الحكاية ماشي حابت خلاص حابا نشرح لكم شوية قضية الأطباء المقيمين وين بلوكات وين رايحة تقعد مبلوكيات ومون الحلول اللي نشوفها في وجهة نظري مولي على بل واحد ما حيخدها بعين الأطباء لكن تبقى حلول ممكن نقترحها ممكن تجد آدم صغية من أكد بلار هذه وجهة نظري أنا لا أمثل الأطباء المقيمين لا من قريب ولا من بعيد أنا طبيبة نطرح في وجهة النظر تاعي وطبيبة كنت طبيبة عامة وخدمت ست سنين في المناطق الداخلية على بالي وش يهم الصعوبات اللي مر بها الطبيب في المناطق الداخلية وعلى بالي الصعوبات اللي مر فيها الطبيب حتى في اللي سياشو في المدن الكبرى وعلى بالي وين راهم لي فاي أعتقد أن مشكلة الأطباء المقيمين اللولة المشكلة على الإضراب نبدأ بيها الصح سيكو الوزارة الوصية تهاونت في محاولة حل المشكلة في الأشهر الأولى قاتلك هاد هم ولد صغار خليهم يلعبوا من بعد ما لبلهمش بلهم لولد صغار مع كل احترام الأطباء المقيمين الزملائي واللي ما همش أولد صغار الطفول الصغير كيخشن راسو يقع مشكل كبير حتى الطفول الصغير طعف الصح كيخشن راسو وما تقدرلوش وهاد هم نخبة وهاد هم زبدة المجتمع وهاد هم أولد الشاب كيفاش صغيرت؟ الأشهر الأولى شغول ما شغول إيسان إيجزيسان ديروا الإضراب بتاعكم دوكي يعيائهم العيات من خرجة الشارع عم يعودوا يفون رجوان دروا لغ بوست ما عليناش يلتقوا الأطباء المقيمين بالوزارة الوصية بالممثلين تاع الوزارة يلقاههم مع لبلهمش حتى بالمطالب بتاعهم مش هيه المطالب بتاع الأطباء المقيمين كانت في 64 صفحة أعتقد بلراهم الإداريين اللي يخدموا مع وزير الصحة ما كاش عندهم الوقت بش يقراوهم قلقوهم مصح مع لبلهمش بلراهي 15 ألف طبيب كيكتبوا أعتقد أن عليك أنك تقرأ وعليك أنك تفهم وعليك أنك تحاول أنك تجد الحلول لحقوها لطريق مزدود خليها 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 حتى أنك وانا وانا واصلين واصلين أنهم وقفوا المناوبة وواصلين تدعيات خاطئة المشكل أنه مطالب الأطباء المقيمين الحل تحامهوش في جد وزير الصحة لوحده ولا وزارة الصحة لوحدها مشكلة على الأطباء المقيمين لازم يشتركوا فيها ربع وزارات وزارة الصحة وزارة التعليم العالي وزارة العمل ووزارة التفاع ربع وزارات مش أنت تجيب لك دروب كريزنطنطا ربع وزارات يقدوا مع الأطباء المقيمين باش يلقوا حلول شوية صعيبة في الجزائر كومن الوزير بش اقترح؟ أبخي ربع شهر ولا خمس شهر؟ بدينا بداي اقترح عليهم قال لهم هما دجال مطالب تاحا مش كانت كانت ينحيو إجبارية السيرفيس سيفيل نفهم لكم أنا الطبيب في الجزائر كيت كمان انت طبيب عام أبخي ساتن عندك لدغوات وحتخدم بس صح كتزيد تيك سبيسياليتي تاعك هديك اللي منيموم بثلاث سنين وماكسيموم بخمس سنين ما عندكش لدغوات وحتخدم ونزيد نفهمكم بلا أنا كي نقول لك سبيسياليتي خمس سنين انت بش تجوز دوا ما استاعك لك تدخل في السنة السادي ساتع الواحد ومبعد يزيد يبعتك سيرفيس سيفيل خمس سنين في الشمال ومعدك تبدأ تنقص المدة حتى ناقصى الجنوب ولا حتى ناقصى الجنوب ومبعد ايضاً انبارلال الرجال لازمهم يؤديوا الخدمة المدنية حسب انت طبيب هادا قداش يكمل في عمره عندو كانوا حايد لولديهم زوالة كانوا حايد حتى ولديهم من طبقة المتوسطة واغلبية الاطباء ولديهم من طبقة المتوسطة يسنو غير واكتشيت هنو منهم ويتحملوا مسئوليتهم الشخصية دوكا كي الطبيب هادا يلحق قريب ربعين سنة بش يبدأ يخدم سي با لوجيك نون بلو هما وش قالك قالك نحنا اجبارية الخدمة المدنية اللي يحب يروح يؤدي الخدمة المدنية يروح واللي ما يحب ما يروحش ما يروحش انبارل قالك ايضاً لازم توفر لبلاتو تيكنيك يعني كل ما يمشي مع الهضاب العليا وفي الجنوب ايش نحبط نخدم انا انا ما تبعتني ايش نخدم انا ما عندي ولو مطالب واقعية حاجة برا كان اللي ما نقدش ان نقول لكم وجهة النظر تاعي ما نمثل فيه حتى واحد حاجة واحدة اللي شفتها انا شوية قال لك الخدمة الوطنية الخدمة الوطنية انا ما نعلقش عليها لانها واجب عندي انا واجب وشن قال لك الخدمة الوطنية ديرني انا كجميع اولاد الشاب يعني اكي عود عندي دوسي ميديكال ولا كي عود سوتيان فامي ولا اقبل للدوسي تاعي بس كل مشكلة في الاطباء انهم عندهم من سيطواشون انبي بارتيكوليار ما عندوش لدغو يحط دوسي تاع كارد جون نقدر نلقى ولا حول الوحدة اخرين بسح ما تقدرش تجبر وزارة الدفاع انها تنحكم الخدمة المدنية ولا هدي ولا تدير لك سيطواشون انبي بارتيكوليار هدي نحطوها دو كوتي الان الوازير كالتقى بيه مش و هادغو تانا شوية عالتكوين انا التكوين بالنسبة لي هو المشكل الاساسي تاع الصحة في الجزائر كون حلينا مشكل التكوين من الزاني سواصنديس و الزاني كاتخوين ما نلحقو شوين عنا ديجا باسكو الوزارة مامشاتش ان پارلال مع التعداد الديمغرافي الدولة الوزارات المتعاقبة مامشاتش ان پارلال مع التعداد الديمغرافي تاع الشعب اللي طلع مامشاتش ان پارلال مع التطور اللي حصل في التكوين بيداروجي في العالم بأسرهي وواحد زادت دخلت بزاف اللي زيوتودون ان ميدسين بالحساب ان پريفيزيون تاها بارابور لسوبرفيسي تاع الجزائر ومنا وما كانتش قاعدة تبنيه في المستشفيات في نفس الوقت ومبعد كيفاش وصلنا لسيطواشون اكتوال بعد الفاصل نشرح لكم كيفاش لحقنا للوضعية الحالية في المستشفيات في قطاع الصحي قلنا باللي راهو النمو الديمغرافي وعدد الاطباء اللي دخلناهم يقرار والتكوين بيداروجي اللي راهو اكوتيد لابلاك مشاووا ان پارلال باش حطموا قطاع الصحي انا اللي انا حطقت على الصحة اهم وحطم قلنا دوك الوزارة الوصية وش قتلهم؟ الوزارة الوصية قتلهم هاي سيدي انا نوفر لكم البلاتو تيكنيك في مناطق النائية واقصى الجنوب والجنوب ميساشون بلاهو باش توفر لبلاتو تيكنيك اي ماهيش دو جوهو لندما سماء انا عنا وعود وبروبوزاتي لهم في الدبت انها تنحي بعض الاختصاصات تعفي بعض الاختصاصات من الخدمة المدنية ويتبقى بعض الاختصاصات وبعد بالنسبة للخدمة الوطنية وش قتلهم قتلهم انا منجوش نتدخل في وزارة الدفاع بالصح ندير لكم حاجة واحدة اخرى اللي جوز الخدمة العسكرية تاوعى منقصها لوم السيربي السيفيل المشكل دوك رفضوهو ما هاد الاقتراحات كي رفضو هاد الاقتراحات ولينا فيه وطلبو ايضا الاطباء المقيمين تغيير ستاتيوتهم بسك انت كطبيب مقيم الحاجة اللي مالابلاش الناس سكراك ماك اتوجون ماك سالاري سمعنا كي طوح ندير دوسية تعفيزة ما نلقاش وش نكتب انا عندي سالار صح فى الليستاتتو تمنش بين الاسيطواشون تعي، أس كي سوصى عل êو اللا اس كي سوصى أتوجون و لارеспonsabilتات بالنال تو كانا كي تحطني فى اللا غارد أس ك أنا مسئول عاليزاكي تعي ولا منيش مسئول بس ك لشاف تعي، لزيني مهمش معايا فى اللا غارد وانا ندك في طوليزاكت واحدة ومبعد رضوة من رضوة كون تسع حاجة كيفاش اسكو نتقاضا ما نتقاضاش أهلوكو نغم المو أنا ما نقدرش ندير حتى أكت أنا راني طبيب عام في طوال اختصاص المهم قالك لازم تانا تعيدونا النظر في الستاتيو الوزارة ما تقدرش وزارة الصحة ما تقدرش تدخل في وزارة العمل وما تقدرش تدخل في وزارة الدفاع والنقاش رهو يجرى غير مع وزارة الصحة الوزارة القاوحو في وضعية جدو سيئة وصلنا للامباس دوك لامباس كي حبسوا الأطباء المقيمين المناوبة كي حبسوا الأطباء المقيمين المناوبة المشكلة الكبيرة وانا الحاجة اللي اشان قولت نقول بل راه خطر 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 كبير على مستقبل الطبيب في الجزائر انهم كي وقفوا المناوبة راههم احتوا شرخ بين الطبيب وبين الشعب الطبيب اللي كان جزء من الشعب واللي كان يقدر يكتسب لسوتيا تاع الشعب يونكور ديفيسي المو بسكو الناس ما زالوا ما مش فاهمين وشي المطالب ومش فاهمين كي وقفوا المناوبة راههم تكسروا العلاقة بين الطبيب وبين الشعب لعقود قادمة هاي المشكلة هاي المشكلة وين الحاجة التانية سيكو دوكا حدوا ايضا شرخ في الحركة لان ما هي جميع الاطباء المقيمين ما زالوا مقتنعين بالاضراب وساعات نطلقى رسائل وانا نقول لكم حتى واحدة وحدة من الشعب وطبيبة برك نطلقى بعض رسائل يقول لهم كين بزاف اللي عمدوا ورجعوا لعمل وكين بزاف اللي غير راضين على السيطواتيون كين تسمى وقع شرخ بين الطبيب وبين وقع شرخ آخر بين الطبيب وبين الطبيب وباش نكملوا عليها يتم توظيف ستمية طبيب عام يا الدولة يا وزارة الصحة من زمانك مفهمتيش بلا وحل جميع مشاكل قطاع هو الطبيب العام كيش أنت نخلي طبيب العام انشوماج وتحلي 1300 باست طبيب مختص ومبعد كان دي سيرفيس فيهم 20 طبيب مختص 20 طبيب مقيم باش يدخلوا خصوصا لسيرفيس دي شيروجي باش يدخل البلوك أوبراتوار يدخل خطرة في الشهر يدرضى عليها الشيف سيرفيس بيانسور تمام عندو اوكو انفرماشون ومبعد كيكملوا توح شوفوا انتبعتهم دي سباتشيهم منو منو دي تخليهم في الامام سيرفيس وما يخدموا حد شي ومخلي الطبيب العام ما كوطي قالو كل حل دي جا تعقي طاع الصحة في الجزائر وباش تقضي على التصحة والطبي هو الطبيب العام من الأول قاموا بفتح 600 وظيفة الباست طباء العامين في الجزائر العاصمة في إطار عقود ما قبل التشغيل ملا نعم تسمى ما زلنا نطيحوا بقيمة الطبيب تدخل انت طبيب وتمدلو مليون وثمينمية ومبعد الطبيب هادا غدوة كي ينطفد ويقول لك لا أنا نقيت 7 سنين كيش دخني نخدم مليون وثمينمية وكيفاش كي نخدم مليون وثمينمية تشكوكو أنا مالاك حت تقعد عندي هديك لكونسيونس هالي نخمم بعد كيفاش أنا نخدم مليون وثمينمية أنا نخدم مليون وثمينمية ونشوف في الأخر يبيع في الخضرة في الحومة ومعايش خير مني بس ويون لوجيك مدام الوزارة ومدام الدولة ما عرفتش قيمة الطبيب أنا مقول لأ نقول كينا بزاف أخطأت أنا قاموا بها الطبعة أنا مهنتي هادي وخدمت في اليزوبيتو على بالي ما همش ملائكة بس صح ديجا أنت أعطيه قيمته أعطيه قيمته وحاسبه وعاقبه نتقدش تخدمه مليون وثمينمية ومبعدته حتحوس منه هادي مستحيل أنا كنت نفرح كن حلو 600 منصب هادم حلو هادي منصب طع طبيب عام و600 منصب طوح تحلها في العاصمة جوك أخوك أنا الحل الأفضل ونعود ونرجعو لقضية قانون الصحة وقضية القطاع الصحي في حلقة قادمة من وجهة نظري الحل بتاع مشكلة الأطبياء المقيمين أصلا كان يكون في الأطباء العامين بس نحن ماش في العاصمة الحل كان يكون في الأطباء العامين في الهضاب العليا وفي المناتق الداخلية نتمنى بلغو الشرح اللي قدمته يكون وصل نتمنى بله وجهة نظري كي الناس اللي كي لا بخوفوا اللي شطروني فيها ونعودوا في حصة قادمة بإن الله نرجعو لقضية الصحة وقضية قانون الصحة الجديد وقضية الأطباء المقيمين ما زال عنا مرهد أوليا نشكوكم على حسن المتابعة ونلتقي قريبا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر